اهلا وسهلا بكم رجعت لكم تاني مع ديوفي استاذ ياسر دراز صاحب او رئيس مجلس ادارة مجموعة محمصات ترتوسية انا اسألته قبل الحلقة اقولت له يعني ايه ترتوسية لكن ارجع اسأله تاني اهلا بك استاذ ياسر اهلا وسهلا بحضرتك قبل ما ارجع لك واسألك يعني ايه ترتوسية رحب بضيفي استاذ سعد عبدالنبي اهلا وسهلا بحضرتك منورنا النهاردة رئيس مجلس شركة ربيع اهلا وسهلا للإستراد والتصدير اهلا بك نورتوني النهاردة وشرفتوني احنا النهاردة موضوع حلقتنا موضوع يا جماعة للأسف الناس كتير بتعاني منه ومن التجار وهي المشاكل التي تقابل التجار في السوق المصري نرجع تاني وقبل ما نعرض السؤال لموضوع الحلقة ارجع برضو للترتوسية يعني ايه ترتوسية؟ ترتوسية اكبر اسم يعتبر في مجال المحمصات على مستوى مصر وممكن الشرق الاوسط كمان لان المقلة عندنا او المجال المحمصات اول فرق اللي هو في محطة ترامل ده تأسس سنة 1907 تمام من اكتر من مئة سنة فالناس اللي أسست المحل ده الناس القديمة طبعا دي كانت من مينا ترتوس في سوريا مينا ترتوس في سوريا اه يعني هو الاسم راجع لميناء الاسم راجع لميناء او مدينة ترتوس بسوريا لان هم كانوا بيشتهروا بالمحمصات وشغل لا مش كده هو كانت مينا زي اسكندرية لكن انا بتكلم على مدينة ترتوسية مدينة ترتوس كانت مينا او المدينة نفسها شبيهة بسكندرية شبيهة بسكندرية شبيهة بسكندرية ولكن كانت فيها موضوع المحمصات ده منتشر في الشام طبعا اه ده أساس المكسرات في حلب في حلب وذات الفوزدق والمكسرات وكده يعني عشان كده انت سميت محمصات ترتوسية ميشان ما سميتها ولكن انت سميت محمصات ترتوسية اتسار Holz يسر من ضمن التجاري اللى موجود ايه المشاكل اللى بتقابل حضرتك والله هي هي مش 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 بمعنى المش ت fall لكل طبعا腸 حم حقي�� جميع تكلم يا لأسف ده مأساة يواجه العالم كله بيواجه هذه المأساة ونأمل من الله أن احنا نخرج من المحنة دي لكن احنا بنتكلم عن البلاس نقول كلمة مشاكل ولكن نقول المعوقات التي تواجه حضرتك وكل التجار في السوق المصري عمت هو مبدئيا أنا كراجل مستثمر وعند سلسلة محل أكتر حاجة بتواجهني قلة العمالة المدربة ده مش بتواجهك لوحدة ده احنا عندنا فكرة العمالة دي بتواجه كل الناس إن أنا بيجيني عامل هو لسه جاي يتعلم يعني جاي لسه إن أنا أعلمه وياريته كمان عبال ما بعلمه ممكن يمشي أعلمه يمشي هو يروح يفتح لوحده أو يستفد من غير فدي برضو بس ممكن أعرض عليك حاجة على الدولة أو على حضرتك كورش تعليمية للحرافية مدارس مهنية أو مدارس مهنية قبل ما يجي لحضرتك الشخص اللي هتوظف إنه بالفعل يكون جاي من المدارس دي يا خلم هي موجودة بس مش مفاعلة مش مفاعلة مش مفاعلة ما فيه تعليم مهنة كتير عندنا أنا بيجي لناس كمان معاها موالات عليا وللأسف مش عارفة الكيلو كم جرام متخيلة جودة التعليم للأسف عندنا ما عندناش في مصر تعليم معملي إحنا بيهتم بالتعليم النظري فبالتالي سوء العمل بيخشوا ملايين الشباب ودي مشكلة على فكرة كبيرة مشكلة عامة دايما بنهتم بالتعليم النظري وبننسى إن أهم تعليم على فكرة ما فيهش حد فينا متخرج من كلية يعني معظم اللي شغالين في مصر بيشتغل شغلانة تانية خالص غير الكلية أو الجامعة اللي هو متخرج منها أو التعليم المتوسط اللي هو متخرج منه بتلاقي شغال حرفة تانية أو شغال في شغلانة تانية أو فاتح مجال تاني خالص مشكلة آه ودي برضو هي مشكلة كبيرة لكن إحنا نقدر ندعم دا زي نظري ندعمه عملي بالظبط نرجع ندعم دا عملي جدا بالظبط وده اللي كان بينادي بي سيادة الرئيس إن هو دايما بيطالب الناس إن هي حتة إتقان العمل دي أو التخصص فدي للأسف برضو وبذات إن الشعب عندنا حوالي 65% منه تحت سنة الاربعين سنة فقوة يعني سوق العمل في مصر سوق وعد سوق مفتوح سوق مفتوح وفي ملايين من الشباب وفي ناس عايزة تشتغل وشركات بالفعل كتير وفي فرصة عمل كبيرة جدا عايزينها بقى تبقى صح عايزينها تتوجه يمكن دي أهم نقطة حواجه اتكلمت فيها إن إحنا نقدر نعلم ولادنا التعليم في المدارس المهنية يكون تعليم عملي فعلا بحيث إنه هو يشتغل يكون قد المسئولية في المكان اللي هو فيه أنا قبل ما أرجع لحضرتك أنا عايزة أسمع صوت السيد سعد عبد النبي إحنا مش هنفتع طبعا مجال الاستراد والتصديق خالص في الحلقة دي هنتكلم عنه في حلقة تانية لأن الموضوع لا يستفي بالحلقتين ولكن برضو المشاكل اللي بتواجه حضرتك في السوق المصري بالنسبة كان نزام تجارة بأنت برضو في التجارة الداخلية أو الخارجيات إحنا بقيلنا سنة كده السوق معانا الخسائر يعني أزمة من أول أزمة كورونا إحنا طبعا بنصدر دولة الكويت بنصدر دولة دبي السود الوقت السود الوقت يعني إيه؟ إمارات بقى كرسة تمام فعندنا زراعات وعندنا ده في الخسائر الحجم بقى كبير حاليا خاصة في البطاطس والفراولة والمخساب يعني أحنا مش شغالين في مجال واحد وكده أصالت على بعض الزراعات دي هنتكلم فيها كتير جدا وهنتكلم في مجال التصدير أكيد في حلقة لأنه مجال كبير جدا وأنا عملت أكتر من حلقة على مجال الاستراد والتصدير والمشاكل والمعوقات التي تقابل المصدرين ولكن ده مجاله كبير جدا وأكيد هنتكلم في حلقة تانية لكن هرجع لأستاذ ياسر تاني وأقول لك إيه برضو المشاكل تاني اللي بتوجهك؟ المشاكل أنا كياسر أنا يعني مشاكل قليلة شوية لأن أنا ابتدت صغير في السن في شغلي طويل عملت قواعد للعمل عندي أسست شغلي مظبوط بتابع الأسباب فبالتالي حتة المشاكل مقدرش أقول مشاكل هي مشاكل السوق الاعتيادية الاعتيادية طيب معنا أستاذ محمد أوه ممكن يقول لنا برضو بعض المشاكل في السوق المصري معنا اتصال أستاذ محمد أهلا وسهلا أستاذ محمد أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم دلوقتي يا فندم حضرتك بتتكلمي في العمالة تمام دلوقتي يا فندم اسمعني معلشي بس عشان وقت معلشي عشان أقدر أسمعك بس اسمعني من التلفون ما تسمعنيش من التلفزيون اتفضل أنا دلوقتي يا فندم لما بأتشتغل في شركة خاصة تمام دلوقتي بيجي بعد أما بأشتغل عند الأستاذ سنة أو الأثنين بيتم فصلي من الشغل ممكن بأي طريقة يعني ممكن أنا مديش أي حقوق عنده ممكن أرود ليه؟ أنا أعمل مشروع يا فندم إن شاء الله هعريضه على الهواء إن شاء الله كمان ساعة مع البرمانيج القدم أتكلم فيه عن العمال العمال وإزاي أن أنا استفيد من العمالة الحرة ودخل دخل الدولة تمام انت بالوقتي سؤالك محدد بس أن أنت بتقول أن أنا ممكن في أي وقت الشخص ده ما عنديش أمان أو أن أنا شغل في مكان ما فيش أي حاجة تأمن على شغل أن أنا ممكن في أي وقت يقول لي مع السلامة صح؟ طيب هنرجع تاني أستاذ ياسر نشكرك كتير واسمع معنا يعني هيرد على السؤال وأنا هرجع لك برضو هيرد عليك من وجهة نظري أنا النهاردة لما بشتكي من قلة العمالة الماهرة في السؤول مصري تمام ما قصدش العامل الماهر أنا محتاجه ده بيمشي لشغلي طيب هو هنا بيقول لك أنا سواء ماهر أو غير ماهر حتى لو مش ماهر فرض علينا أن نحنا هنعلمه ولكن يكون فيه شهود أنا من وجهة نظري عشان أحميك أنت كصاحب مكان وأحميه هو كعامل لازم يكون فيه عقد فيه شروط متبادلة فيه عقد عمل أنا بكلم حاجة في كده العقد شروط متبادلة إن أنا النهاردة هخلي أستاذ ياسر كصاحب مجموعة الترتوسية للمحمصات عشان يعين حد لازم يأمن عليه بأنه هو يقع أنت بتشتعل عندي سنتين أو ثلاث سنين مثلا أو أربع سنين بقى مكتوف في العقد والدولة على فكرة الدولة اتجاهها لمنظومة التأمنات الاجتماعية عالي قوي تمام وبص لنقطة دي كويس مده حقه إحنا كنا بندفع للعامل 255 جنيه النهاردة 350 جنيه التأمنات الاجتماعية في العامل ده قدنى حاجة على قدنى مرتب اللي هو 1200 أساسي إنت هنا بتأمله إنت كده أمنت العامل بالفعل بشرط العقد اللي موجود في العقد بأن إنت أمنت له وقته أمنت الوقت اللي هيشتغله ومش هتقدر في وقته تقوله مع السلامة لا في عقد بيربط صاحب المكان أساسهم والمالك أيوة هو بقى لأنا عايزة أرجع له تاني هل النهاردة الشخص ده إنت كصاحب مكان تأمن إزاي إن الشخص ده زي ما أنت علمته أمنت له وعملت له كل حاجة إنه هو كمان يديه لك والله دي بترجع فيها سمات شخصية وتربوية وهنرجع تاني إحنا بنقوله إيه عاوزين آلية اللي هي مش مفاعلة لتدريب العامل الماهر إحنا كان عندنا أمهر أمهر عمال على مستوى العالم استعانت بيو استعانت بيو والدولة العثمانية في بناء النهضة بتاعتها في الأسيتانة كانوا بيأخذوا أمهر عمال موجودين في مصر تعالى النهاردة تعالى النهاردة تققى بشرية تعدادنا بيتعدى المئة مليون تمام فلابد يكون عندنا آلية لنحول الزيادة السكانية دي أو سوء العمل اللي فيه حوالي سبعين مليون لإنتاج بقى في السوق بالزبط كده زي سي يعني القوة اللي موجودة عندنا لما نتكلم في أكثر من مئة مليون شخص ونفرد الشباب والناس اللي قدرة واللي مكتدرة سبعين مليون أو ستين مليون ونفرد سيبك من القاعدين والناس كباري السن والفشيخوخة خلينا في ستين مليون شخص شباب وناس تقدر تشتغل وناس لحد سن الخمسين وناس من العشرنات وناس من أقل من العشرنات وغيره الناس دي قدرة أن هي تحول إنتاج غير طبيعي من الكوة البشرية اللي موجودة في جميع المجالات النهاردة احنا بنأكد من العنصر المشرع أهم عنصر في المنظومة بحلها صح كلها ده على الأساس تبني عليه أي حاجة ماء ما كان فيه تقدم علمي أو تكنولوجي أو أي حاجة خلال بدون العنصر بشري خلاص مش موجود بالفعل تمام عشان كده هو أكد على موضوع مهم جدا وهو موضوع العنصر البشري واني احنا ندي أنا اتكلمت قبل كده يا جماعة وقلت كل واحد لازم يردي ويشتغل من الألو هدف أنا قبل ما أرجع لك في معي اتصال أستاذ سعيد أهلا وسهلا أستاذ سعيد أهلا وسهلا أستاذ سعيد أم عليكم أعليصدك شوية يا أستاذ سعيد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ سعيد طب يريد ترجع تتصل بينا تاني أستاذ سعيد إن شاء الله الخط تتقطع هرجع لحضرتك يا أستاذ سعيد أنجح مؤسسة أنجح مؤسسة اللي شالت مصر على كتافها هي قوات مسلحة طبعا ده نتيجة إيه لا القوات المسلحة يعني بغض النظر عن أي جهة أو هيئة تانية في الدولة فيه نظام نظام كبير جدا في القوات المسلحة ماشاء الله يريد كلنا نعمل نحذر أو نكون فعلا بنطبق صياغ القوات المسلحة في ترتبها ونظامها والسياسة والسياسة بتاعتها في الشغل صدقوني أكتر مؤسسة ناكحة الدنيا فلو قدرنا نعمل كده هننجح جدا هو فعلا المعلومة مفيدة جدا لنا كلنا يعني أنا كنت مجند في التحارات العسكرية سنة 2001 طبقت كل القواعد اللي تعلمتها في القوات المسلحة من انضباط انضباط موعيد انضباط عمل كل موظومة خليت نحل شغال القوات المسلحة طبعا ما شاء الله مفيش مشروع بتمسكه غير أن يكون ناجح لا بجد شغوه جدا ومرسيل حضرتك على الموضوع ده والقوات المسلحة مهما نتكلم عن النظام والسيستم والنجاح وكمؤسسة ناجحة جدا وشرف لنا كلنا وفوق راسنا مش هنوفي كلام عليها طبعا طيب ايه بعد بقى المشاكل تاني اول بلاش تكلمت مشاكل ده خلينا في المعوقات السوق المصري بقى من غير العمالة معوقاتك انت بالنسبة للتجارة للضرائب لأي جهة يعني بص يا فندم بص حق الدول علينا الدراب دي حق الدول علينا احنا كتجار تمام ده حق الدولة لانه دورة في كمنية انا مبسوطة جدا ان انا النهاردة بسمع تاجر فسو بيقول حق الدولة اه حق الدولة ماشي بس النهاردة ان انت معترف بحق الدولة وبتقول ضرائب وبدفع ضرائب وده حق الدولة علينا وتأمينات شخصية محترمة جدا لان زي ما انت عليك حق لما ليك حق وبالطالب حق عليك حق ولازم توفي للدولة الناس اللي تتخرب من الدرائب والناس اللي شايفة ان دي حاجة حلوة بتعملها لا بالعكس انت بتعوك شغلك وبتعوك حياتك بان انت بتلف ما بتمشيش في طريق طريق واضح فان انت تمشي رسمي وتمشي بصغة رسمية وصغة فيها صغة مهزبة ليك وللغير هتنجح وتستمر بشغلك الدولة المصرية بتساعدنا على كده انا ما نشوف حجم الانجاز انا جاي من اسكندرية القيارة بساها ونص اه شوف بقى سلسلة الطرق لو احنا تكلمنا عن سلسلة الطرق والكباري الناس كتير قاعدت معلش اه الناس كتير قالت احنا مش عايزين كباري احنا مش عايزين طرق احنا ما عندناش فلوس احنا وحاجات كتير شوف كمية الكباري والطرق سهلت علينا ازاي الانجاز بتقول كده عشان دي الحاجة اللي هما شايفينها لكن انت كحد في السوق عارف ان ده سهل عليك كتير جدا جدا طبعا ده بيربط التجارة على مصر بحالها طيب وبناشط التجارة الداخلية انا مبسوطة جدا بوجودكم معي النهاردة وشرفتوني ونورتوني وان شاء الله يكون في بنا حلقات كتير جاية والطرطوسية من اجمل المحمصات زي ما انتو عارفين عنينا ان احنا دايما بنفيدكم بكل خير موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة